وأخيراً دخلنا موسم الأمطار تهطر الأمطار فتبعث فينا الحياة وتروي الأرض العطشة لكن حتى نسير باطمئنان على الطرقات تحت المطر نحن بحاجة لتجهيز مركباتنا لاستقبال الأمطار التي قد تتسبب في العديد من الأعطال للسيارة وقد تكثر الحوادث المرورية لكون بعض السيارات غير معدة جيداً للقيادة وسط الأجواء الممطرة والطرق الزلقة ناهيك عن الرؤية التي قد تصبح شبه منعدمة أهلاً بكم أنتم تستمعون إلى بودكاست سوالف تقس من تقس العرب نستضيف في هذه الحلقة المهندس محمد أبو حمدة مدير عام شركة أوتوسكور لفحص السيارات ليحدثنا عن كيفية تجهيز مركباتنا لموسم الأمطار وأهم الأعطال التي يمكن أن تتسبب بها مياه الأمطار للسيارة نحتاج أن نتأكد من جهازية سيارتنا للتعامل مع موسم الأمطار في نقاط مهمة لازم ناخدها بعين الاعتبار أولاً الإطارات كلنا منعرف أهمية الإطارات في المحافظة على السلامة العامة على سلامة السيارة نتأكد من عمق الفرزة الأمامية الموجودة على الإطارات نتأكد من عدم موجود سطحات أو مشاكل واضحة في الإطارات في حال توجد أي مشاكل أو أن الفرزة الأمامية ممسوحة ننصح بتبديل الإطارات ولازم نتأكد أن الإطار مناسب لموسم الشتاء لأنه في إطارات مخصصة فقط لفصل الصيف وإطارات مخصصة لفصل الشتاء وإطارات مخصصة لجميع المواسم النقطة الثانية لبركات أو الفرامل كلنا معرف أهمية البركات في السيارة ولكن في فصل الشتاء تزداد أهمية البركات اليوم للمحافظة على مسافة الوقوف بشكل سريع وبشكل قصير لذلك ننصح بفحص البركات عند دخول موسم الشتاء وموسم الأمطار نتأكد من فعالية البركات ونتأكد من عدم وجود أي مشاكل ممكن لا سمح الله تعمل لنا عدم الوقوف في الوقت المناسب أو عدم تجاوب لنظام البركات عند الحاجة لإلها النقطة الثالثة هي المصابيح الأمامية والخلفية أو الأضوية أو الأنوار كلنا منعرف اليوم أهمية الأضوية في السيارة ولكن تزداد هذه الأهمية في فصل الشتاء وذلك لوجود الأمطار، الرياح أو حتى الضباب لذلك يجب التأكد من فعالية الأضوية الأمامية والخلفية كشفات الضباب وأضويات السلامة العامة اللي هي الفلاشر أو الهزر لازم نتأكد من فعاليتها وعدم وجود أي مشكلة فيها قبل دخول فصل الشتاء النقطة الرابعة، لازم نتأكد من نظام التدفع وفتحات التهوية ومراوح التكييف إنها تكون بتعمل بالشكل الصحيح لأنها بتساعد على طرد الهواء المشبع بالرطوبة إلى خارج السيارة وبتالي بتمنع تكاثف بخار الماء على زجاج السيارة حتى نتأكد من أنه إحنا في عنا قدر على الرؤية بشكل صحيح وعدم اليوم التأثير على القيادة خصوصا في الصباح الباكر أو في المساء النقطة الخامسة هي النقطة أو القطعة بالسيارة اللي ما بنستخدمها إلا في فصل الشتاء وهي ماسيحات الزجاج أو المساحات لازم نتأكد اليوم أنه ماسيحات الزجاج تكون سليمة غير مقطعة يكون الفلاستيك عليها أو الربر مرن نتأكد اليوم أنه مرشات المياه اليوم تعمل بشكل صحيح لأنه في حالة اليوم موجود طين أو أترب على الزجاج أن يساعدنا اليوم المرشات والمساحات لتنظيف الزجاج بشكل سريع حتى لا سمح الله نتجنب وقوع أي تغطية للرؤية النقطة السادسة ننصح باستخدام المواد الخاصة اليوم بفصل الشتاء مثل أنتفريز لضمان عدم موجود أي مشاكل داخل المحرك يمكن كمان استخدام مستحضرات خاصة يمكن رش على الزجاج الأمامي على الزجاج الخلفي وعلى الامراية بالسيارة بحيث نمنع تلاسق المياه على الزجاج وهون نود الإشارة أيضا إلى ضرورة تجنب مرور سائقي السيارة وخصوصا السيارات الصغيرة إلى تجمعات مياه الأمطار حتى نمنع دخول المياه إلى أجزاء السيارة الميكانيكية والكهربائية والتعطلها لا سمح الله أو حدوث أي أعطاء المفاجئة في الطريق إذن متى تصبح مياه الأمطار خطرة على المركبة؟ تصبح مياه الأمطار خطرة على أنظمة السيارة بالعادة في حالتين الحالة الأولى في حال وجود تسكير وانسداد في خطوط تصريف مياه الأمطار اللي بالعادة بتكون موجودة في السيارات التي تحتوي على فتحة سقف أو على سقف بانوراما في حال تجمع مياه الأمطار ممكن تتجمع في داخل أجزاء السيارة وبالتالي حدوث مشاكل في الحالة الثانية أثناء عمل السيارة البنزين أو السيارة الهايبرد ودخولها في تجمع مياه في حالة دخول المياه إلى أجزاء المحرك الداخلية ممكن لا سمح الله تؤدي إلى كسر في المحرك أو تلف كبير في أجزاء المحرك لذلك ينصح بتجنب الدخول في براك وتجمعات المياه إلا على السرعات البطيرة شكرا لك مهندس محمد وأنتم مستمعين نشكر لكم متابعتنا ونتمنى السلامة للجميع